مرحبا بكم من جديد إلى تفاصيل ما إن أعلنت واشنطن سحب قواتها من سوريا حتى هرعت الوحدات الكردية إلى موسكو لحماية نفسها من أي هجوم تركي وسبق وأن أجرت عدة لقاءات مع النظام للتوصل إلى اتفاق مشترك نبدأ من زيارة الوفد الأخيرة التي قامت بها الوحدات الكردية إلى موسكو هناك وطرحت مع الروس مسألة تقاسم السلطة مع النظام مقابل الانخراط في ميليشياته مع تعهد موسكو بمنع أي عمل عسكري تركيا في المنطقة سبق ذلك المفاوضات التي شهدتها القاهرة بين قصد والنظام برعاية مصرية في أواخر كانون الأول من العام الفائت وقد أعرب حينها ما يسمى مجلس سوريا الديمقراطية عن أمله في تحرك مصري عاجل لوقف التصعيد شمال سوريا والتوسط لدى نظام الأسد في آب من العام الماضي 2018 شهدت قاعدة حميميم الروسية باللاذقية مفاوضات مماثلة لكنها انتهت من دون أي نتيجة بسبب إصرار النظام على السيطرة على كامل مناطق ميليشيات قصد ورفضه مقترح الأكراد أن ينشر قواته في المناطق الحدودية فقط في تموز من العام الماضي أيضا زار وفد من قصد نظام في دمشق وهناك تم التباحث على تقديم الخدمات ومناقشة الجوانب الأمنية والعسكرية في مناطق سيطرات الميليشيات لكن الاجتماع انتهى بطرد الميليشيا ونقلها بطائرة روسية إلى القامشلي مهد لتلك الزيارة إعلان قصد في شهر حزيران من العام ذاته أنها مستعدة للتفاوض المباشر مع النظام من دون شروط مسبقة ورفق ذلك إنزال قصد لأعلامها وصور قتلها ورمزها من الحسكة ومن القامشلي أعود ورحب بضيوفي عبر الأقمار الصناعية من إسطنبول بالدكتور يوسف كاتب أغلو المحلل السياسي التركي وبضيفي من أربيل الدكتور عبدالباقي كولو عضو الأمانة العامة لحزب أزاد الكردستاني ورحب بضيفي من واشنطن الكاتب والبحث السياسي محمد عويس ومن موسكو بالدبلوماسية الروسية السابقة الدكتور سيرجي فوربيوف مرحبا بكم جميعا من جديد أبدأ مع الدكتور يوسف كاتب أغلو من إسطنبول برأيك لماذا يتأخر البت بمصير من بجمع كل هذه الحشود العسكرية الكبيرة التي تتوالى على الحدود مع سوريا طبعا بعد ما يسمى سياسة خلط الأوراق والسياسة الغير واضحة والضبابية المشهد العسكري والوجود الأمريكي في الملف السوري كان على تركيا أن بداية تتريث وترى إلى ما ستقول عليه الأمور هل هناك فعلا انسحاب أم أن هناك إعادة انتشار وتوزيع لهذه القوات أم ماذا ما الذي سيحدث وبالتالي هذا يفسر الآن حرص الإدارة الأمريكية على اللقاء مع السياسين الأتراك في هذا الموضوع أيضا واشنطن دكتور يوسف قالت أنه لا يمكن للأتراك أن يدخلوا منبج من دون التنسيق معنا هذا يجري حاليا هذا التنسيق في هذه الزيارات يعني بداية هذه العنجهية السياسية الأمريكية مع الأسف هذه غطرسة وتائما يستخدموا هذا الأسلوب يمكن ولا يمكن رأينا كيف تركيا قامت بدرع الفراد غصب عن الإدارة الأمريكية ورأينا كيف قامت بعفرين وبدون أي تفاهمات مع أمريكا والتالي لا قيمة لهذا كلام هناك ولكن التشاور لم ينقطع يعني هب لم يقولوا بموافقة واشنطن قالوا بالتشاور معنا وهذا ما يحدث حاليا على ما يبدو نعم هذا هو هذه الدبلوماسية المأمولة هذا هو المفروض أن يكون التنسيق والتشاور والأساس الآن أهم هدف في زيارة بولتون الآن هو تفعيل هذا التفاهم وهذا التشاور في كيفية تجنيب المنطقة المزيد من التصعيد والتوتر طبعا تركيا تحاول إلى أقصى مدى تفعيل الحل السياسي والعمل السياسي منبج كانت ضمن أحد ثمرات هذا التفعيل السياسي عوضا عن عملية عسكرية منبج ولكن إذا ما ساءت الأمور وإذا ما لم يتم التوافق أو مراعاة الحساسية التركية في قضية أنها مستهدفة بأمنها القومي وبالتالي تركيا لديها أيضا خيار عسكر أيضا على الأرض هذا يعني لا يسمعناه بأن تركيا يجب أن تستأذن أو تتعامل أو تكون تحت إمرت موافقة أمريكا قلة أمريكا هي جاءت من آلاف الكيلومترات من آخر بقاع الأرض لأهداف خاصة بها أما تركيا فهي المجاورة وهي المستهدفة والبكا كامتا زالت تسرح وتمرح والبي واي دي والوي بي جي مسلحة من قبل أمريكا وعشرين ألف شاحنة تم إعطاءها الآن والآن تتكلم أمريكا عن خطة انسحاب وبالمناسبة أمريكا وعدت منذ ثلاثة أعوام بأن لن تعبر البي واي دي نهر الفرات ولن تدخل إلى مينبيج عبرت ودخلت وتم تسريحها والآن لديها إدارة ذاتية يعني أمريكا يا سيدي هي دائما تستخدم الإزدواجية في السياسة التركي لا تثق بهذه العودة الأمريكية الآن أنا لا أتوقع كتحليل شخصي لا أتوقع بأن سيكون هناك انسحاب حقيقي وأنما ربما سيكون انسحاب ظاهر إعلامي فقط ولكن هي لديها مكتسبات ولديها إثنان وعشرون قاعدة وتتحدث الآن عن بقاء احتمال بقاء جزئي في التنف وغيره ولكن كل الاحتمالات مفتوحة ربما دكتور يوسف ويبدو أن التحركات التركية تتجه في كل الاتجاهات يعني مستعدة لأي احتمال انسحاب لا انسحاب عملية عسكرية لا عملية عسكرية اتفاقات تشجع لكل الأصعاد انتقل إلى الدكتور عبدالباقي كولو برأيك في حال قررت تركيا شنه هجوم عسكري على منبج الذي أجلته سابقا كما أجلت عملية شرق الفرات هل ينتهي برأيك دور النظام ومن بدأت به الحديث من عرض من قبل الوحدات الكردية على موسكو لعودته إلى الشريط الحدود مع تركيا أو مناطق شرق الفرات طبعا لا ننسى يا دكتور عبدالباقي اتابع الصور التي تأتي للحشود العسكرية التركية كمية كبيرة جدا حشود لم نرها في أي عملية سابقة قامت بها تركيا تحشد حاليا على الحدود مع سوريا تفضل نعم أخي بداية اود ان اذكر انه في بداية حاقة نحن الكرد حظنا التاريخي السيء سيء حتى في المداخلات التلفزيونية حتى الوقت لم تعطينا الوقت الكافي لا يا رجل لم يقاطعك أحد وعطيتك الوقت وعطيتنا مقدمة يعني أنا بعيدا عن السؤال استمعنا إليك كل اياتنا ما بدنا نبعد حاليا عن موضوع الحلقة يا دكتور عبدالباقي نعم بداية قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أشكر السيد سرغي من موسكو أقول له باللغة الروسية طبعا سباسيفا من نوعه سباسيفا سرغي على هذا الموقف النبيل على الفيدرالية التي رحتها أشكرك باسم الشعب الكردي أما بالنسبة لسؤالك أخي العزيز عندما تتحدث عن تركيا بأنها حشدت أكبر قوة عسكرية لا على الحدود السورية أنا أقولها وبكل صراحة تركيا لا تستطيع ولا تتجرى أن تتقدم بخطة واحدة في الأراضي السورية إلا بنوافقة الأمريكان واليوم جون بولتون قالها بكل صراحة لن نقبل أي تحرك عسكري تركي إلا بالتشاور مع الأمريكان ومن قال لك أن الأمريكان لن يوافقوا يا دكتور عبدالباقي يعني حتى في أمثلة حصلت والأمريكان هددوا وتوعدوا ولم يفعلوا شيء للأتراك أخي العزيز يا عزيزي أحمد يا حبيب يا روحي أنا هنا طبعا أود أن أقول لكم المشاركين نحن أصحاب قضية كردية في هذه البلدان نحن أصحاب قضية كردية في تركيا وفي سوريا وفي إيران هل تعرفين المشكلة فقط في النقاش يا دكتور عبدالباقي أنك هم تخلط بين قضية الشعب الكردي وحقوقه ومطالبه المحققة وبين وحدات وميليشيات اليوم هذا الخلط يعني بضيعنا فكرة الملحدات والنقاش كله اتفضل تابع أريد أن أقول نحن أصحاب قضية في هذه البلدان وعلى كل هؤلاء الذين يتحدثون بأن قصد والحماد الكردية وحزب العمال هذه لا تعنيني إطلاقا أنا أصحاب قضية في هذه المناطق وعليه أن يدركوا إذا لم يتم حل القضية الكردية في هذه البلدان لن يكون هناك استقرار في شكل أوسد ولن يكون هناك استقرار لا في العراق ولا في سوريا والفعيل بلد الراقر الراقر الثاني محمد عويد المتحدة الأمريكيين ما يتحدث طبعا أود أن أرد عليهم جميع طبعا يتحدث ويقول مسعود البرزاني أصبح صقاد ميليشيا وعصابات يا أخي مسعود البرزاني قاد كردي يحظى بتقدير واحترام أكثر من 50 مليون لماذا كل هذا الجحاب بحقنا نحن أصحاب قضية هذه أرضنا يا أخي العزيز هناك ناس غورة بيعكمننا نحن لن نقبل من اليوم صاعدا أن يحكمنا لا أمريكا ولا روسيا ولا بريطانيا ولا أي شعب آخر نحن ندرك كوادرنا فهذا كل أشخاص يحكمنا هذه المسائل المغروطة وهذه المسائل المزيفة للتاريخ هذه لن تجريكم نفع عليكم أن تدركوا بأن الكرد أصحاب قضية في هذه المدلقة العزيز وصلت السورة أرجو منك أن تأخذ كأس من الماء وأعطيك فترة لتستريح أستاذ دكتور عبدالبارقي أستاذ محمد عوية بصلب الموضوع بس كي لا نتفرع كثيرا يا أستاذ محمد نعم نعم دعني أقول وأؤكد هنا أنني مع الشعب الكردي الشعب الكردي وليس القيادات الكردية التي ورطت الشعب الكردي منذ فجر التاريخ وحتى هذا اليوم مع أنظمة متعفنة في المنطقة كان البي كي كي حزب العمال الكردستاني كان بيد النظام السوري يحفظ الأسد وبشار الأسد نعم والآن نرى أن هؤلاء هذه القيادات كذلك وسأقولها أنا وأتحمل مسؤولية كلامي هذه القيادات المتعفنة كذلك تناست أن النظام السوري ربع مليون كردي سوري لم يكن لديهم بطاقات هوية حتى سوريين أكراد لم يكن لهم بطاقات هوية الآن يترامون إلى أحضان هذا النظام القاتل المجرم فلذلك لا تخلط الأمور كما تفضل مدير الحلقة لا تخلط الأمور يا أخي هنا نعمل مع سياسة دولية ويجب على الأكراد لا يقع في الفخ الذي وقعت به كل القيادات الكردية منذ خلينا نقول منذ مئة سنة وحدة قيادات الكردية طيب رد لي على نقطة يا دفتور نحن نستطيع حاجة لنصاحك يا أخي الأزيز طيب صديق نحن لسنا بحاجة لهذه النصاح نحن لدينا قيادة سياسية حكيمة نحن ندرك المسألة للعبة السياسية التولية اللعبة الإقليمية اللعبة الداخلية ندركها جيدا نحن لسنا بحاجة لهذه النصاح طيب طيب أعطيتك وأتخلي الدكتور محمد أستاذ محمد يأخذ وقته رد لي على نقطة أن التركيا غير قادرة على أن تحرك أي من عناصرها وكل هذه الحشود العسكرية على الحدود إن لم توافق واشنطن على ذلك كما قال الدكتور عبد الباقي الذي تفضل به مع كل احترام للدكتور عبد الباقي ليس له أي أساس من الصحة هنا لأن تركيا عندما قررت الدخول إلى المناطق عفرين والمناطق الشمالية الشمالية الغربية من تركيا عفوا من سوريا دخلت وأخرجت كل العصابات المسلحة مع العلم أن تركيا بنفس الوقت هناك خطأ تركي الآن بالسماح لمجموعة هيئة تحرير الشام حتى بالتواجد هناك يجب عليهم إخراج هذه العصابة لأنها لا تختلف عن عصابات قسد وداعش وعصابات حزب الله الإرهابية إلا من الممكن بالمذهب ولكن بنفس الوقت تركيا لها مطالب حقا على حدودها وأنا برأيي تركيا ستدخل عندما ترى أن الخطر قد اقترب منها ستدخل رغم أنف روسيا وسوريا وأمريكا ورغم ألف أنف كل من يقول له وماذا من اليوم عن ما تكون به موسكو يا دكتور محمد أستاذ محمد تقدم لها عرض لا تحرك جيشك ولا تتكبدي تكلفة عمليات عسكرية نحن سنبعد هذه الوحدات من حدودك مقابل إعادة النظام الآمر الناهي نعم الآمر الناهي الآن في الساحة السورية نعم هو روسيا وروسيا قادرة أن تعطي ضمانات لتركيا أن هذه العصابات الإرهابية المرتزقة الذين كانوا يعملوا مع الأمريكيين والذين هجروا القرى السنية والقرى الأخرى من مناطقهم في منطقة عمل قسد إذا أعطوا ضمانات للحكومة الروسية أنا برأيي الحل سيكون من روسيا وليس من أمريكا أمريكا ستتنازل عن قسد وعن جماعة قسد وتبيعهم في سوق النخاسة وهنا يأتي الدور الروسي ويجب أن ننتظر لنرى ماذا ستقدمه روسيا لتركيا وليس لنظام السوري فإذا كان هناك ضمانات أنا برأيي سيكون انتقال سريع وسيكون سحب للأسلحة من هذه العصابات الإرهابية طيب دكتور سيرجي علينا أن ننتظر بكل تأكيد اليوم ما يجب المباحثات وهناك أيضا قمة مرتقبة تركية في خلال هذا الشهر لم تحدد بين الرئيس أردوغان والرئيس بوتن ما الذي يمكن أن تقدمه نعلم أن روسيا بنهاية المطاف هدفها الأول والأخير إعادة كل الأراضي الخارجة عن سيطرة النظام إليه من جديد ولكن لخبطت هذه الأوراق وتقاطع المصالح ما الذي يمكن أن تقدمه روسيا لتركيا لو تكرمت أولا خلينا نعود إلى الحديث الذي صار قبل لا لا هذا الحديث خارج لطاق الحلقة دكتور سيرجي باقي معي دقيقة أختم الحلقة لا لا في نفس السياق أنا أستبعد أي حراك تركي خطير الحراك العسكري قبل إتمام محاولات الحلول السياسية أولا ثانيا لا يمكن نتجاهل التواجد الفرنساوي هناك والقوة العسكرية الفرنساوية متواضعة جدا قابلة للمقارنة مع القوة الأمريكية أما التواصل ما بين فخامة رئيس بوتين ورئيس تركي طبعا كل واحد منهما راجل قوي وله كريزما وشخصية وكذا وكذا وما أستبعد ما أستبعد أن إجاد الحل في سياق المحدثات المحدثات أو اللقاء هذا لمستوى القمة أشكركم جزيلا الشكر لمشاركتك معنا على مدار الحلقة دكتور سيرجي فوربيوف الديبلوغاسي الروسي السابق كنت معنا مباشرة من موسكو كل شكر للدكتور يوسف كاتب أوغلو المحلل السياسي التركي من اسطنبول شكرا للدكتور عبد الباقي كولو عضو الأمانة العامة لحزب أزادي الكردستاني كان ضيفي من أربيل شكرا للأساس محمد عوز الكاتب والباحث السياسي ضيفي من واشنطن والشكر الأكبر لكم مشاهدين على طيب المتابعة ألقاكم غدا في حلقة جديدة وملفات جديدة بإذن الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة